اشتركوا في القناة 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 هي تم علاجها حتى بفين شو اللي نسبب الابتسام اللسوية لازم نشوف هل هو سبب تقويني نحتاجين احنا نعدل شكل الفتل هل هي سبب انه لأ في زيادة نمو باللسة فنحتاجها مقصة هل هو سبب قصر بالشفة نفسه الشفة مثلا قصيرة فمو قادرة تبطي اللسة فممكن نعمل تمارين لللسة او عملية تجميل لللسة فنخليها تبطي فلازم يعني كل حالة ندرك على حدا ونشوف شو السبب انه لسة عاملة مشكلة بالابتسامة المعينة هي نعم حنكمل معكم سمعين الكرام ومع دكتورة رغد الحرستاني طبيبة الاسنان وما زال موضوعنا عن تجميل الاسنان لتواصل معنا بامكانكم الاتصال معنا على الهاتف 011-217-8585 او على 012-616-110 فاصل خلوكم معنا يا هلو مرحبا مستمعين وبامكانكم ايضا بارسال رسائل نصية الى برنامجنا لأي سؤال او سفسار تحب توجهونا للدكتورة رغد الحرستاني طبيبة الاسنان والموضوع اللي بنناقشه اليوم عن تجميل الاسنان لأتواصل معنا عبر الرسالة النصية الاسمس استي سي تمانية خمسة واحد صفر اربعة صفر موبايلي ستة ستة ثلاثة صفار واحد واخيرا في زين سبعة صفر واحد ثلاثة واحد ثلاثة ناخد اتصال هاتف مرحبا يا هلا فيك كيف حالك الله اياك الله ممعنا معك حسان من اليوم هلا بك حسان تفضل يا هلا فيك يا زيندك بياسة الدكتورة انه في حال انا رحت اكثر من الدكتور على اساس تبيض الاسنان ووضحوا لي انه انت اسنانك من داخلها نفسها اصفر بسبب انه وقت حمل الوالدة فيني كانت تاخذ مضادات حيوية ادخل نعم فبهذه الحالة هل في حل السن ولا بس فقط انه لبس من بره وثوي لفنير والموضوع والشؤال الثاني انه في حال انه عندي ابناء هلا راح ينتقل لهم الموضوع هذا بما انه انا الاسناني من داخلها من اللب الداخلي اصف او لا طيب واضح واضح دكتور السؤال واضح ان شاء الله جاوك الدكتور ان شاء الله لك اسمع المراضي حسان قدامك العافية طيب كان السؤال الاول عن تبيض الاسنان وذكر له انه هي في اساسها واصلها صفراء هلا بالنسبة للسؤال الاول انه هو اسنان الصفراء بسبب انه والدته اخذت مضادات فهي من الداخل لما بيكون هذا الشيء من الداخل للأسف تبيض الاسنان ما بيعطي النتيجة المطلوبة ممكن يعيده كم مرة ويمكن ممكن يأثر شوي ممكن ما يلاحظ فرق كبير فلا دائما الافضل بهذه الحالة لما يكون من اصل لمنشأ السنوه مصدق خارجي يعني كمثلا تصدق خارجي على السن من الداخل لا يفضل دائما الاتجاه فورا لا تلبيس بس هنا السؤال هو شو نوع التلبيس اللي هنختاره على حسب درجة اللون ممكن نتوجه الى الفينير ممكن نتوجه الى الاتجاه وهو التتويج الكامل للسن انه يتركب كراون وليس فينير حسب طبعا بعض الفحص وبعد نشوف درجة اللون موجودة لانه الفينير مهما غطى لو اللون مائل للبني حيكون صعب انه الفينير يعطي النتيجة المطلوبة فحنتوجه للتاج الكامل جميل بخصوص السؤال الثاني هل ينتقل هذا اللون الى ابناؤه فيما بعد لا ما حينتقل طالما انه الام ما اخدت نفس الفكرة نفس المضاد اللي سبب بالمشكلة عند الابن اي فان شاء الله مع الى يعني هي مع اتباع شارط الطبيب والانتباه على العلاجات اثناء الحمد لها لا لا ما فيه انتقال لهي الموضوع للأبناؤه نعم نعم كنا وقفنا دكتورة قبل الفاصل في موضوع اللثة وانها تخضع لموضوع التجميل وانها مكون اساسي في الابتسامة والشكل والمظهر الابتسامة السليمة الصحيحة نعم هل كذلك الشفايف او شفتين تخضع لمسألة التجميل في ذلك وكيف؟ بالتأكيد بالتأكيد الشفايف يعني ممكن تكون مثل ما تكلمنا انه مثلا الشفايف اللي هي ممكن تكون قصيرة زيادة او مكانها خطأ متوضعة اه سواء بالارتفاع او بال عالي او واطية او مثلا ممكن تكون منفوخة زيادة الى الخارج او داخلي الى الداخل نعم هذا كله ممكن يؤثر على شكل ابتسامه نعم هذا الشيء ممكن تكون شكل لسم متودع خطأ بسبب الاسنان أو بسبب عظام الفك أو ممكن لأسباب العضلات طبعاً هذا كله بيتم برافتر كل شيء على حيضة طبعاً وبيتم علاجه ويعني بالنتيجة أنه حالياً مع التطور في طب الأسنان كل شيء له علاج نعم على كده بيخضع فيه أكثر من طبيب أو أكثر من تخصص يعني يكون أنا شافة ممكن هل هي كذلك تكون لعيادة الأسنان أم إلى قسم التجميل الموجود؟ هي حسب المشكلة لو كان منشأها سني يعني هو لما يراجع في عيادة الأسنان لو كان منشأها سني يتم علاجه أو مثلاً إظام الفك وهذا كله يتم علاجه في عيادة الأسنان أما لو كان لها مشاكل أخرى تحتاج طبيب تجميل نعم وجود عوجاجات في الأسنان دكتورة الطرق العلاج لها هل هي عبر عمليات تجميل أم ماذا؟ طيب إلى أن نعود الاتصال بالطبيبة أذكركم مسمعين الكرام بأرقام التواصل هاتفياً على 0112178585 أو على 0126161100 كذلك بإمكانكم التواصل معنا عبر رسائل نصية على STC 851040 وكذلك على موبايلي 66301 وأخيراً في زين على 701313 حياك الله دكتورة إن شاء الله إن شاء الله قدامك العافية إن شاء الله إن كتها الاتصال ما في بأس طيب لا مشكلة طيب نتكلم عن عوجاج الأسنان كنا ذكرنا سواء كان العوجاج موجود في نفس الأسنان أو يمكن بشكل أو بآخر في ذات الفكين يعني حياناً بتكون المشكلة كيف ممكن يتم أو الطرق اللي بتستخدم من أنجل إظهارها بالشكل اللائق والمناسب الآن بالنسبة لإعوجاج الأسنان دائماً المفتاح الرئيسي هو الكشف المبكر وبداية العلاج المبكر نعم يعني هو وسائد في المجتمع أنه لما يبدأوا يراجعوا طبيب الأسنان إلا بعد عمر 18 سنة لأسن نحن يكون فوتنا الفترة الذهبية اللي هي من 10 إلى 12 نعم نعم طيب السبعين الكرام أذكركم مرة أخرى بموضوعنا عن تجميل الأسنان مع الدكتورة رغد الحرستاني وما زالت مشكلة الاتصال معها قائمة يبقى لها شبكة جماعة جبوا لها شبكة طيب أذكركم مرة ثانية برقام الاتصال هاتفياً على 0112178585 أو على 0126161100 وكذلك رسالكم النصية على ستي سي ثمانية خمسة واحد صفر أربعة صفر موبايلي ستة ستة ثلاثة صفار واحد وأخيراً في زين سبعة صفر واحد ثلاثة واحد ثلاثة وتواصلكم أنا عبر تويتر على آت ألف 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 أف أم أل آي أف أل آي أف أف أم وطبعاً بإمكانكم الاستماع إلينا عبر تطبيقات الموجودة في الجوال أو على الرابط ألف ألف أف أم دات كوم عودة حميداً دكتورة رغد الله يسلمك الله يسلمك إن شاء الله عادش عذر ما نعرف الشبكة أو شي لعل خير إن شاء الله بإذن الله فكلنا بس عم نتكلم على موضوع التقوين كلنا على الكشف المبكر نعم وهو مهم جداً يعتبر من عمر في فترة هذية من تسع سنوات إلى تناشر سنة صحيح الوقت المناسب للكشف عن مشاكل تقويم الأسنان لأن العظم بيكون الطفل في حالة نمو فهو أسهم الوقت أنه يتم علاج أي مشاكل الناشئة عني فك أو عن الأسنان التدارك يكون جداً يستطيع سيطر عليه بالتأكيد فهو هذا الوقت المناسب جداً حيطاً علاج تقويم الأسنان بينما على عمر 18 سنة بيكون العظم بدأ يفقد المرونة اللي هي موجودة بالطفولة أو فترة النمو اللي إحنا محابين نستغلها أيوه فيعني بيكون العلاج بيحتاج وقت أكتر وممكن النتائج ما تكون بنفس اللي إحنا منتمنى لو كان لأ في وقت مبكر أكتر نعم يعني تم العلاج عن طريق التقويم في أنواع مختلفة للتقويم الآن في منها التقويم اللي هو البريسس العادية فيه لتقويم الشفار فيه تقويم اللي هو يعني يكون من خلف الأسنان في يعني عدة أنواع المتحرك فيه حساب كل حال حساب حاجتها للعلاج حساب يكون اختيار النوع من قبل طبيب التقويم هل لأنه لكل مشكلة معينة لها تقويب مناسب ولا كيف الاختيار؟ بالتأكيد كل مشكلة لها هنطلع نطلع في حاصل مستمعينا وإن ثم نعود إليكم وقوم معنا هلا فيكم مستمعينا وذكركم برقم تواصلنا هاتفيا للتواصل معنا بأي سؤالة والستفسار حول موضوعنا عن تجميل الأسنان مع الدكتورة رغد الحرستاني طبيبة الأسنان على الرقم 0112178585 أو على 0126161100 كذلك رسائلكم النصية على السي سي 85040 موبايلي 66301 وأخيرا في زين 701313 نعم وصلنا إلى موضوع التقويم دكتورة وذكرت أنه على حسب المشكلة بيتم اختيار التقويم المناسب بالتأكيد طيب نشوف كذا يعني أنواع المشكلات والتقويم اللي ممكن أنها تحلها يعني ممكن أن نتكلم أنواع المشكلات ستكون موضوع ضخم جداً ممكن أن نتكلم عن أبرز المشاكل اللي هي مثلاً جراكم الأسنان مهم السبب ممكن تكون ضيق الفك فهي بيتم علاجها عن طريق البريس بعم طريق أنه بيحاول شوي ممكن يحتاج إلى خلع بعض الأسنان الضواحك نعم لتوفير مكان لباقي الأسنان ويتم رصفة وباستخدام المطاط وباستخدام السلسفة بترجع الابتسامة وممكن يكون المشكلة بالعكس تماماً اللي هي وجود فراغات بين الأسنان بيتم إغلاقها كمان عن طريق التقويم المشاكل الأخرى اللي ممكن تكون بروز أحد الفكين أو تراجع أحد الفكين لدينا مشكلة بيعمل إما تقدم الفك السفلي أو الفك العلوي بيعمل كمان مشكلة كبيرة في موطة الأسنان من غير مشكلة بروز في الأسنان نفسها مشكلة تقدم فقط أو تراجع أو مشكلة الإطباق يعني؟ مشكلة في الإطباق بالتأكيد نعم ممكن كمان يعني هاي تعتبر ممكن من أبرز المشاكل هذي ممكن يعني ممكن تدخل فيها جراحة الفكين غير مضوعة ممكن بالتأكيد بالتأكيد بالذات لو كان التدخل متأخر بتزيد نسبة أنه نحتاج لجراحة الأسنان جراحة الفكين عفوا نعم هذا يعني بتنب التعاون ما بين الطبيب التقويم وطبيب الجراحة الأسنان بدراسة الحالة ونشوف شور محتاجة بفك لكنه مو أغلب الأحالات يعني لو شخص صاف عنده تقدم أو تراجع أنه يحط في باله أنه فورا أنه متجه لجراحة الأسنان نعم أو جراحة الفكين لأنه ممكن يكون منشأ المشكلة سني فقط وليس الفك وممكن يكون الفك وعلى حتى بالعمر بيكون اتخاذ القرار هل سنتجه إلى الجراحة أو لا عموما يفضل أنه يعني دائما الطبيب التقويم يفضل دائما أنه يعالج تقويمي يعني ولا يتجه إلى الجراحة إلا أنه كان الموضوع فعلا يحتاج إلى الجراحة نعم الفينير واللومينير دكتورة هذا المسمى اللي الواحد يحاول يفرق بينهم في موضوع الأسنان هلأ هنا عموما يعني الفينير واللومينير حتى نفهم هنا شو هنا الأسنان عبارة عن طبقات من الخذف مسموعة رقيقة جدا الهدث منها أنه تشبه مثل عدسة ممكن نطلق عليه أسم عدسات أسنان بيتم إلصاقة على أصلح السن حتى تعطينا اتسامة المطلوبة نعم الفرق بين الفينير واللومينير حقيقة يكون الفرق بتم كل عدسة نفسه الفينير دائما بيكون سماكته أكثر واللومينير أقل فاللومينير يحتاج إلى تحضير من مينة السن عشان نقدر نلصق العدسة عليها ما تزيد من سماكة السن وتعطي ابتسامة إصبناعية بينما اللومينير هو أرق جدا في السماكة فما بيحتاج أي تحضير يتم إلصاقه مباشرة على الأسنان طبعا لكل واحد منه الميزات يعني تميزه وفي كمان قصة بابات يعني أنا مون كل شخص بقدر استعمله اللومينير يعني ممكن الناس تقول أنه هو أفضل لأنه ما في برد السن لكن مون كل شخص ممكن أن يركب له اللومينير ويستفيد منه حقيقة فلازم دراسة الموضوع يعني اللومينير أنه هو ميزته قالنا ما حنحضر من السن لكن محتاجين أنه يكون لون السن من الأساف ما في لون أصفر غامق لأنه هو يصاب يعني من هو رقيق يعني ما في طبقة سميكة منه فممكن ما يغطيري لو كان في تطبغات قوية نعم فلازم نشوف السن وعلى أساسه يعني الأصطباب يكون هل هنختار البنير أو هنختار اللومينير نعم طيب في موضوع الألوان الأسنان دكتورك الكل بيحرص على أنه يمتلك أسنان بيضاء ناصعة ويمكن ابتسامة هريودية لكن اللون يعني هذه الألوان أيهما يعني نقدر نقول أنه هو اللون السليم أو اللون الصحيح أو الصحي وما إلى ذلك هو موضوع اللون الأسنان هو بالتأكيد اللون الأصفر هو مو هو اللون الصحيح نحن كل ما اتجهنا إلى الأبيض هو اللون يعني أجمل للأسنان في المكان لون فاتح موضوع بس بيرجع دائما إلى الاختيار الشخصي يعني أنا حختار بنير دائما أنا عندي السيارات أنا بورجي للمريض الألوان المتوفرة وهو بيختار هل هو حابب شي ناتشرل بيقرب شوي ما يكون ناصع البيض أو حابب يختار اللون الأبيض كمان طبعا لون البشرة بيأثر يعني أحيانا يكون اللون البشرة اللي حطينا عليه أبيض حيطلع ما فيه أي يعني ما فيه جمال أبدا فبيحتاج لون شوي يكسر شوي مثلا شوي بصفار أحيانا لا لون البشرة بيساعدني أني نختار لون الأبيض اللي هو لون البليتش الزيرون مثلا الزيرون هيك فحسب حسب اختيار الشخص وحسب شو ممكن يلبق على البشرة على لون الوجه نعم يعني كل واحد على حسب بشرته ولونه طبعا واختياره الشخصي يعني أحيانا ممكن أنا شوف المريض ممكن يطلع عليه لون حلو وحاول أنصحه فيه بس هو عنده رغبة معينة كمانا أيوه فهو حابب يختار هذا اللون فبالتأكيد اختياره الشخصي حيلا لأنه إحنا لما نعمل البينير لو تكلمنا ممكن عن خطوات اختيار البينير إحنا آآ في آآ لما نحضر الأسنان ونافض الطبعات ويجينا منجيب مثال ورجي للمريض قبل ما ننزل البينير النهائي فهو حيشوف اللون حيشوف خب المرايح يشوف حيقول أنا بدي أفتح ليقول بدي لأ أغمأ طبعا وضوع بيرجع في شكل أساسي للاختيار الشخصي نعم مسألة تنظيف الأسنان أو ما بعد عمليات تجميل الأسنان أو ما يسمى النقاها فيما بعد تجميل الأسنان دكتورة هل تجد أن ذات أهمية أنه يكون هناك في نوع من المتابعة والمراجعة ولا يكتفي فقط في أنه خلاص اكتفى بهذا التجميل؟ لا بالتأكيد أنه الفينير واللومينير لا تقي من تثوث الأسنان نهائيا أي؟ فالمراجعة شيء أساسي يعني لو قلنا المريض لو شخص العادي لي معامل أي شيء الأسنان وحيراجع ليادي كل ستة شهور فاللي عام الفينير بالتأكيد هيجينا كل أربعة شهور مرة بيتم تنظيف الجير وكشف عام على الأسنان وطمئنان عدم وجود أي تثوثات أو أي مشاكل سواء كانت في التركيب أو في اللساء أو في الأسنان نفسها بالتأكيد طبعا مع المتابعة اليومية في المنزل استعمال خيط الأسنان ثلاث مرات في اليوم استعمال خيط الأسنان على الأقل مرتين في اليوم والمضمضة مرة هذا الأقل بينما لو حنطلب إحنا يعني الأيديال فحنطلب بعد كل وجبة أنه يتم تنظيف الأسنان بالمعجون والخيط فطبعا لا المتابعة هي أسات مفتاح نجاح الابتسامة يعني كل شي الإنسان عمره لو أنه عملنا الفينير وتكلفنا عليه إحنا نتكلم عن الفينير على علاج تجميلي مكلف حقيقة نعم وما أتبعناه باهتمام حنخضره صحيح الفينير ميزه أنه ما حيتأثر بالعوامل كمثلا كشرب غازيات كشرب شاي وقهوة ما حيتغير لون هذا الشي حيريح على عكس الطبيض الطبيض لازم دائما ننسبه بعده في فترة النقاهة أنه ما يكون في تدخين ما يكون في شيشة ما يكون في شاي وقهوة وأي أطعمة فيها تطبغات مثل عصير الفراولة والأطعمة اللي فيها مثلا طماطم وهي الأشياء كلها هي بتأثر على نتيجة الطبيض سلبا هاي المشاكل كلها مو موجودة في البنير يعني اللون السن ما بيتغير يعني طول ما البنير موجود لون السن بيضل على نفس اللون اللي استلموا فيه من أول يوم نعم لكن بالتأكيد المتابعة مهمة جدا نعم أذكر مستمعنا الكرام مرة أخرى بأرقام توصلكم هاتفيا معنا على 0112178585 أو على 0126161100 كذلك رسائلكم النصية على أستي سي ثمانية خمسة واحد صفر أربعة صفر موبايلي ستة ستة ثلاثة صفار واحد وأخيرا في زين سبعة صفر واحد ثلاثة واحد ثلاثة كذلك عبر حسابنا على تويتر على أت ألف ألف أف أم A-L-I-F-A-L-I-F-F-M الموضوع تجد تنظيف الأسنان دكتورة هل يعني كثير من الناس بيقولوا أنا بأعاني من تنظيف قد تأتين هنا أسئلة بوجعتنا أنه تنظيف الأسنان قد ما ننظف في البيت أو كذا لكن تبقى هناك أشياء لا نستطيع أن نزيلها أو أنها تتراكم بطريقة أو بأخرى هل يعني تنظيف الأسنان في العيادة يعني لابد أنه الواحد بيقوم بيها بشكل دوري كذلك؟ بالتأكيد بالتأكيد لأنه أي تراكم للجير يعني اللي يتم ممكن إذارته في البيت هي بواق الطعام لكن دائما بيكون مهما كان الإنسان حريص أنه ينظف أسنانه بشكل دوري لابد أنه يتراكم بعض الجير على فترات طويلة من الزمن يعني لذلك نقول أنه فترة أربع أشهر هي كافية أنه نستجه للعيادة لتنظيف الأسنان نعم فهذا الجير صعب أنه ينشعر في بيته ويكون طبقة كلسية متكلفة موظولات أعلى السن ويكون تنظيفها بالعيادة في حال تم إهمال هذا الموضوع المريض اللي حيشعر فيه بالبداية هو عبارة عن رائحة فم عبارة عن وجود دم التهاب لسه ممكن يشكل له بعض الحكة في لسه أو الانزعاج بس على المدى البعيد حقيقة أنه تأكل في العظم مما يسبب بالمستقبل حتى فقدام الأطمام نعم فهو يعتبر موضوع حياتا خطير جدا للإهمال فيه ممتاز نأخذ اتصال دكتورا معنا اتصال هاتفي مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ولكاتو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا هلا يطول عمرك عن جسس الساري اللي اذكرمت فضل بخصوص المنين والفنينين اللي تكنت عن الدكتورا أبي عارف هل تقول ما يتغير اللون مهما أصاب نعم ما يمشي الضرورة في مراجعة العيادة هذا أول سؤال السؤال الثاني بالنسبة للتنظيف الأسنان هل تنظيف الأسنان بالعيد اللي قولهم قرر الدكتورة تقعد كل وجبة وبعد كل الخيط وبالفرشة وكذا نعم أنا سمعت قبل تكلم وقال أنه معجون الأسنان يأثر على تآكل الأسنان نفسها واستخدامه بكثرة يأثر على الطبقة حقية الأسنان هل هذا الشي صحيح أو لا وشكرا جزيلا يا حياك الله طيب كان نتكلم عن الفينيرو اللومونيرو إذا كانت تتغير الألوان فيها الآن هو ذكر أنه لي لازم نروح لو اللون ما تغير أي إحنا حقيقة مثلا هو عبارة عن عادة غطة الوجه الخارجي للسن أول شي ذكرنا أنه المهم جدا من المراجعة أنه نزيل طبقة الجير الموجودة يعمل تنظيف للأسنان فهذا السبب الرئيسي السبب الثاني طبعا هو التأكد أنه من عدم وجود التصوصات لأنه ممكن ما ذكرنا هو لا يمنع التصوصات هو فقط عبارة عن شيء تجميلي من الخارج نعم فهذا هو السبب أنه ليه نراجع يعني حتى نزيل الجير ونطمن على عدم وجود التصوصات وعلى صحة اللستة وعلى سلامة الفينير وأنه ما صار في أي مشاكل لا سمح الله أو هيك فهذا هو السبب يعرف الدورية للأسنان أما بالنسبة لموضوع معجون الأسنان معجون المبيض هو اللي يمنع استخدامه بشكل يومي وليس المعجون العادي والمعجون اليومي هذا طبعا لازم يتم استعماله بعد كل وجبة أما المعجون المبيض استعماله تحت اشتراف الطبيب وبوصفة منه لأنه مو كل شخص ممكن نسمح له أنه هو يستخدم معجون الطبيب فتحت اشتراف الطبيب استعماله مرتين في الأسبوع أيها تمام في سؤال وردني يقول السلام عليكم هل في تبيض الأسنان بدون فينير؟ بالتأكيد بالتأكيد في طرق أقرى الطبيب اللي هو حنتكلم عن الطبيب اللي يطلق عليه طبيب الليزر نعم اللي هو عبارة عن جلسة في العيادة يتم وضع أول شيء مادة واقية للسهة لحمايتها وبعدين يتم وضع مادة الطبيب اللي هي الهيدروجين فيروكسايد على الأسنان وتفعيلها عن طريق نوع من أنواع الليزر أو الإضاءات فبتعمل على تبيض الأسنان في منها طبعا أنواع مختلفة ومتعددة موجودة في العيادة تتم على حسب النوع ممكن بجلسة واحدة على ساعة ممكن تتم على جلسين على يومين على حسب النوع يعني المستخدم فهذا أيضا طبيب وفيه طبيب اللي هو يكون نصطه في المنزل نصطه في العيادة عن طريق طوالب الأسنان تنصنعها بالعيادة وبنعطينا للمريض تعليمات الاستخدام مع مواد الطبيب بيستخدمها هو في المنزل هاي بيتم اعتمادها أكتر في الأسنان الحساسة لتأجها بتكون أبطأ العيادة فورا نحطر على نتيجة مباشرة عند الطبيب الطبيب المنزل يكون أبطأ ممكن تكون درجة الطبيب أقل شوي لكن هي مناسبة جدا للأسنان الحساسة نعم أيضا سؤال مساء الخير سؤال يضرور لله يسعدكم طبعا لبست أسناني من أكثر من عشر شهور وإلى الآن كل ما أشرب موية أو عصير مرة تجعني أتلبيسها زراكون هذا هو صادق نعم هلأ حسب نوع الألم اللي بيجيه وحسب يعني هيك حالة يعني تحتاج إلى كشفه لأشاعة لمعرفة سبب الألم هل هو منشأها نفس السن اللي تلبس أو منشأها من السن مجاور أو حتى مقابل أحياناً يكون هو سبب الألم هل هو منشأها سني أو منشأها من أربطة السن فحقيقة هذا محتاج كشف حتى نعرف طبيعة الألم ومنشأه من سن وبيتم علاجه نعم على هذا الأساس الحشوات اللي تستخدم دكتورا يعني الأنواع والأشياء الجديدة اللي صارت لها تستخدم فيها يعني الحشوات حالياً يعني سابقاً كان فيه الحشوات اللي هي الأملقم اللي هي اللونها تصدي حالياً طبيعة الألم حشوات نعم أذكركم مستمعين الكرام إلى أن نعود التواصل مع الدكتورة رغد راح طبعاً ناخد اتصالاتكم على الأرقام صفر واحد واحد اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة أو على صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفر صفر أهدنا عليكم مستمعين الكرام وما زلنا مع موضوعنا اللي هو تجميل الأسنان مع الدكتورة رغد الحرستاني طبيبة الأسنان وبإمكانكم التواصل معنا لأي استفسار أو سؤال حول أي نقطة من النقاط اللي ترغبون الاستفهام حولها عن تجميل الأسنان على استي سي ثمانية خمسة طبعاً الرسائل النصية على استي سي ثمانية خمسة واحد صفر أربعة صفر موبايلي ستة ستة ثلاثة صفر واحد وأخيراً في زين سبعة صفر واحد ثلاثة واحد ثلاثة كذلك اتصالكم الهاتف على الرقم الأول صفر واحد واحد اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة أو على صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفر صفر كنا وصلنا معكم دكتورة رغد عن الحشوات وما أدري إذا كان ما هي الأنسب أو الأفضل إن الواحد يستخدمها مع تطور علم التجميل يعني مثل ما ذكرنا أنه حالياً دائماً نتجه إلى الحشوات التجميلية أكثر من حشوات الأمالقام حشوات الأمالقام حالياً برئيس يعني يتم عدم استعمالها بشكل مطلق تأتيباً فالحشوات يعني نعتمد إلي على الكمبوزيت أو في حشوات غلاس أي نمر هي غلاس أي نمر ممكن أن يتم استعمالها في الحشوات الغميقة اللي واصلة تحت مستوى اللستة أما لو كنا فوق مستوى اللستة إليك الله حمود معك الدكتورة تفضل 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 صفار بين الأسنان ورائحة من داخل الحن أخر تفضل أحشوه طيب الثاني إذن في سؤال آخر الله يسعدك شكراً لك أدل الله يحفظه الله يحييك طيب دكتور سمعت إي سؤاله إن شاء الله إه بالنسبة للأضفراء للأسنان فيه أعدة أسباب ممكن تكون هي السبب السبب الرئيسي أسفرر أسنان هو ذكر أنه يحاول نظف أسنان وبعد الوجبات في عنا شرب المتكرر للشاي والأهوة ممكن يسبب طفار أسنان الفاداء بالمضمض على الأقل التدخين كمان يعتبر سبب رئيسي ده يصفى أسفرر الأسنان شرب الحمضيات بشكل مباشر كمان على الأسنان فدائما ننصح باستعمال الشلمون أو المصات في أثناء شرب الحمضيات عادة التنفس من الفم تسبب اتفرار الأسنان أمراض جفاف الفم تسبب اتفرار الأسنان لأنهم نفقد أثر اللعاب على الأسنان فمما يسبب طبعا أتفرار كثرة استخدامات المضادات الحيوية ومثل ما ذكر الأخ كمان الأثناء الحمل التفار السابق كمان ممكن سبب اتفرار ممكن وراثة فقط مجرد وراثة سبب اتفرار الأسنان وطبعا فيه سبب اللي هو التقدم في العمر بسبب ترقب في المينة فمما يتفرار إذا نعانى لون العاج في الأسنان فهذا كلها أسباب لتفرار الأسنان طبعا مع تراكم الجير ممكن بعد تنظيف الأسنان وإزالة الجير يفرق كثير عليه لون أسنانه النسبة للرائحة ممكن يكون سببها تراكم الجير وممكن يكون سببها خراج وممكن يكون سببها من المعدة فإحنا نتدق بإزالة الأسباب واحد واحد أول شي نتدق بتنظيف الجير من الأسنان وعمل فحص كامل للأسنان نرى هل فيه خراجات هل فيه أي مشاكل هل فيه تساوثات النخور نفسها بتخلي الأكل يتعبى في النخر فبتسبب رائحة كريها للسم فبعد علاج كل الأسباب اللي ممكن تكون سببها ويمكن ومعرأ ومدارة الرائحة مجلسة تجهل المعدة طب نواجهه لطبيب باطنة ويمكن يشوف مشاكل في المعدة نعم بس 90% بتكون مشاكل منشأها من الفن نعم سواء الجير أو خراجات أو تساوثات نعم طيب تمام معنا التصال هاتفي السلام عليكم وعليكم السلام زايتك المرة الثانية أتصل بس نسيت سؤال قبل شوي لدكتورة أي بخصوص اللي هو أصول أنواع التلبيسات لقدر الله الإنسان يحتاج يلبس منه أصول أنواع التلبيسات لأنه في أنواع متعددة وما ندريش الأصول أي تمام فبس وشتهم يا هلفي طيب لعله هذا مدخل إلى موضوع التلبيسات دكتورة وإذا كان في أي تفصيل فيها هلأ هو يعني حيتم اختيار التلبيس في عدة عوامل لكل شخص ما هو مناسب لألو يعني ممكن مناسب لشخص لا يناسب تماما الشخص الجنب فهذا يعني في عدة عوامل لازم نشوفها بدأ أولا اختيارها بالنسبة للتجميل للسن الأمامي نختار له أنواع تكون جماليا أفضل ممكن تكون ميكانيكيا أضعف طبعا هي قوية موحة تنكسر ولا أي شيء لكن مناسبة للسن الأمامي ممكن نتجهل الإيمان للإسمان الخلفية نتجهل الزرقون الزرقون طبعا جميل وممكن استعماله في الأمامي لكن ممكن إما ستعطيني جمال أفضل الشخصية أفضل للسن الزرقون يعطيه قوة وصلابة أكثر لأستعمله بالخلفي فأحنا هذا يتحكم فينا مكان وموقع السن ممكن نستعمل الخزف المربس على معدن في الخلفي في الأمامي يعطيني جمال ضعيف جدا فتجنبوا في الأسمان الأمامي العامل الثاني اللي يمكن لعب معي السعر السعر الخزف على معدن يختلف عن سعر الزرقون عن الإيمان فهذا الشيء كمان لازم النظر فيه ونشوف موافقة المريض طبعا عليه فيوجد أفضل لكل شخص وليس أفضل للإطلاق اللي فيني إلغاء جميل جدا معنا كذلك التصال مرحبا يا أهلا يا أهلا حياك الله يا أهلا أخي كمان حياك الله تمام تمام سيد الله يعافيك سلمك الله يا أخي الله يسلم آمين آمين يا رب يتفضل والله بزال يا أخي من الدكتور الحقيقة بس أفسر منها على أساس إنه يعني آخر مرحلة مثلا الذي غلع الضرس يعني بعد استفضل كل المعالجات في نزل ما هي المرحلة الأخيرة التي غلع الضرس يعني المرحلة الأخيرة بعد استنفاث كل المعالجات طيب طيب تجاوبك الدكتور ان شاء الله ياهل حياك الله. كذلك مع الاتصال. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام والكاتب. مسامكم الله برنور. الله يساعدكم. جميعا يا رب ياهل. تفضل قوي. بس أبغى أسأل الدكتورة هذه لها مركز في جثة شيء نقدر راجعها فيها يعني. طيب حت تقول الدكتورة المركز اللي هي فيها. طيب. ياهل حياك الله. طيب دكتورة كان أخونا كمال بيقول المرحلة على قولهم آخر الداء الكي يعني والقلعة. قلعة الضرس. متى يقرر الطبيب انه خلاص لابد نقلعة الضرس. آآ يعني في حال كان علاجه آآ يعني في حال كان علاجه ما في صائدة منه. ويعني محتاج خلع مثلا التسوس وصل لمنطفق الجذر او لربع الجذر. تسوس داخل الداخل فم صعب انه يتم علاجه. في حال وجود خراج كبير عليه. ايه. في حال وجود كيس مثلا آآ ضخم كمان. هاي هذه الحالات يكون آآ العلاج غالبا مينتهي بالفشل. فلذلك نختار الخلع. نعم. ام. او مثلا آآ سن آآ مدمر سماما صعب الترمين. ايوة. آآ كسر احيانا آآ ممكن يكون السن موجود والمريض يشوفه موجود آآ بشكل كامل. ويتوقع انه ممكن علاجه. لكن ممكن يكون في كسر طولي بالسن واصل للجذور. فهاي الحالات كلها صعب علاجها. ام. فأي سن يكون نتيجة العلاج نهاية الفشل فلذلك اختار الخلع والتعويض طبعا اما بجسر او بزرعة. نعم. آآ كذلك كان المتوصل الاخر حاب انه يعرف المركز دكتورة. آآ انا موجودة في آآ آآ عيادات جوال بي آآ شارع الروضة. عيادات جوال شارع الروضة بجده. اللي هو شارع ايوانش في جده شارع الروضة يعني. نعم معروف. نعم. آآ اذا كان هناك استدراك امور مهمة دكتورة في موضوع التجميل. آآ يمكن بقي لانا تقريبا قرابة دقيقتين. آآ عفوا. ايقول اذا كان في استدراك لديك في اي نقطة مهمة لابد يحرص عليها كل مستمع ومستمعة في مسأل تجميل الاسنان. يعني عندنا قريبة دقيقتين. آآ يعني حنرجع اكيد نأكد على اهمية غسل الاسنان بشكل يومي. ايو. ونأكد على اهمية مراجعة طبيب الاسنان واتباع العادات السليمة للحفاظ على صحة الاسنان. تجنب اي شيء ممكن يؤدي الى ضرر الاسنان آآ مثل ما ذكرنا مثلا العادات السيئلية شرب الغازيات التدخي شرب الحمضيات بشكل مباشر. آآ استعمال الاسنان لفتح العلم لقدم الاقلام. آآ العادات ممكن تكون مثل التجنب الحلوة المطاطية زيادة الشوكولات اللي هي فيها مبيل الى اللي فيها التوفي والاشياء اللي بيكي على الاسنان. هذا كلها ممكن تكون آآ 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 حاول ده ان توجه يعني دائما التوتر يسدد انه المريض يكزع على اسنانه بيقضي تضبق المينة بسبب لنصه مشاكل. اه ممكن تكون هي اهم النصائح هيقتن للحفاظ على اه اسنان صحية وكسامة جميلة. الله اعطيك العافية. اه بس اتصال اخير كده قبل ما اطلع مرحبا. سلام عليكم. عليكم السلام. فيك نعم اه الاخر الكريمين. انا احمد. تضل احمد. مرحبا احمد. السلام عليكم. ايه تضل معك الدكتورة. كيف دكتورة? الله عطيك العافية. يا اهلا والسهلا الله يعافيك يا رب. الله يسميك. دكتورة انا في عندي. الله مساء الله عندي. عندي مش هيطير كبير بسنانة. اه في عندي مسلا اه درسين الان. نكسروا من فترة. وما ما يعني ما هتميت لقلون. فراحت صار يروحوا شيء في شيء في ما اقوله. مم. فهلا الان ما ما يعني ما ما بين شيء منهم. واحيانا بوجعوني. متل بطلع خراجة او شي. احنا في خراجة او شيء فبدايقوني كتير. فبدك النصيحة كيف بدي يتخلص منهم? ايه وفي شغلي تاني دكتورة. نعم. اه في عندي اسنان الامامي فوق وتحت. اه من فترة مريت لعن دكتور. اه كانوا عم ينخرهم من على عالطرف. عم يصير لونهم متل اسود يعني. ايه. فمريت عدكتور فحفر لي منهم او نظف لي فيهم وحط لي متل حشو هيكي. فالحشو عم تروح. وعم يزيد لهذا السواد. فما بعرف انا متكاسل ان اروه عدكتور. اول شيء لعدة اسباب. اول سلوه هو الموضوع الاسعار. الاسعار جدا غالبة هون بجدي. فما بعرف اه. نعم. ايه شيء نصيحة بس هيك لحتى ادارك هاد المشكلة اني حاسس حالي انه انا عم تكبر مع المشكلة وعم فكر انا عم فكر اني اطلع بصراحة برا السعودية. اني اروه عمصر مسلا حتى اضبط اسناني وحط وارجع. نعم. طيب طيب. اجابك الدكتورة وقد اماك العافية يا اخي احمد. الله يسلمك. شكرا كثير لك. يا اهلا يا اهلا. طيب. اجاب عليك دكتورة. يعني بالنسبة للاسنان الخلفية فبالتأكيد بالتأكيد ترك على هاد الحال حي تسبب خراجات. نعم. الخراج ممكن يعمل آآ الم بسيط وممكن فجأة انه يزيد الالم لدرجة ما يقدر ينام منه. وممكن حتى يعمل له ارتفاع حرارة فبيعمل المشاكل كتير صعب جدا اهمال هذا النوع من المشاكل لانه فجأة ممكن تشاقق من الوضع. نعم. فلازم مباشرة يتوجه لعلاج هذا الموضوع. حاليا اللي هو حسب ما حنت باقي عنده جذور فقط السن هي الموجودة واللي عامل الخراج. آآ لازم صورة اشعة لما تبقى من السن آآ مع الفحص لنشوف هل هو قابل للعلاج. اذا كان قابل للعلاج فيتم علاج آآ اعصاب السن مع علاج الخراج ويتركب وتد وتاج على السن. نعم. اما اذا كان وضع الجذور سيء جدا فننتجه للخلاع والتعويض سواء بجسر او بزراعة. اما بالنسبة للأثنان الامامية ذكر انه رجع اللون الاسود والحشوات عنه سقدها يبقى التسوف آآ عاد مرة اخرى. سواء بسبب عدم التنظيش الجيد او عدم اتقان الحشوة يعني ما حنقدر نعرف آآ بسبب انهم بس ما عارف ينظف آآ اثنانه بشكل جيد فعادة التسوف مرة اخرى حوالي الحشوة بالتأكيد لازم ازالة هذه الحشوات تنظيف الاسنان. نعم. وفي حال اهمالة هنتجه الى مشاكل اكبر حيث يحتاج علاج عنصب لهي الاسنان. فلازم يعني يستمد الموضوع ويشوف آآ طبيبي اقرب فرصة. نعم لا يهمل الموضوع. نعم. اشكرك دكتورة الله اعطيك العافية على هالمعلومات الوافية والمهمة جدا من اجل اظهار اسنانها بالشكل الله. شكرا جزيلا لكم يعطيكم الله عافية. كانت معنا دكتورة رغد الحرستاني طبيبة الاسنان وهذه الحلقة راح تكون مسجلة وموجودة على قناة الاذاعة في اليوتيوب. تحية مني انا عادل باربا عمل كنترول زميل عصام صوفي في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته.